إلى موضوع آخر الآن فأغلبية الجزائريين لا يعيرون اهتماما لتفاصيل فواتير الكهرباء والغاز الفصول أقول دفع بنا للخروج لاستطلاع آراء المواطنين في هذا الموضوع تفاصيل أكثر في سياق تقرير إبراهيم برقاش من منا لم يسدد فتورة الكهرباء والغاز يوما لكن فضولنا دفعنا للتساؤل حول ما إن كان الجزائريون يدقيقون في التفاصيل التي تكون مرفوقة بهذه الفواتير أم أنهم يقومون بتسديد المبلغ الإجمالي فحسب دون إعارة أي اهتمام لهذه الجزئيات نشوف غير سماسكو زيادة ولا ما شي زيادة نورمال خلاص ديفوات جيني 380 ديفوات جيني 400 سواء سواء بين تري سيتي والغاز ليت طهما نحاول ساعدهم نورمال كايلي يعرف يروح للكونتورتاع ويشوف شهر خارك تري سيتي كايلي ناس بزيف لي ما يعرفوش هدي المواطن ما يقراش واش يقرأ المواطن المواطن يقرأ لطوطة ليتي واش كايلي جاتوا زي عما نقولوا احنا 700 ألف اوه 700 ألف بساح ما يشوف واش حرق فضولنا قادنا لاستشارة المتخصصين الذين وضحوا لنا تفاصيل أكثر حول جزئية هذه الفواتير والرسوم المرفوقة التي يجهلها أغلبية المواطنين إذن الفاتورة الخاصة باستهلاك طاقة الكهربائية والغازية بالنسبة لزبائن العاديين أولا تحمل عندنا رقم الفاتورة وتاريخ إصدار هذه الفاتورة عندنا رقم التعريف الزابون ما عندنا الرسوم التي تتبع الكميات المستهلاكة اللي هي القيمة التابعة على عدد الكهرباء القيمة التابعة على عدد الغاز الحق التابت الرسم على السكن زائد الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لإستهلاك الكهرباء والغاز اللي هو يقدر بسبعة في الميات بعد خرجنا التامن الإجمالي للفاتور أغلبية الجزائريين لا يعيرون اهتماما لجزئية هذه الفواتير بالرغم من ما تحمله من رسوم يدفعونها منذ سنوات دون علمهم ترجمة نانسي قنقر